رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بولفان دين بويلك في تصريح صدم عائلة اللاعب امين الدخيل حيث صرح قائلا اللاعب العراقي امين الدخيل ظن ان المنتخب البلجيكي منتخب عادي وبسيط وبحاجة اليه لكن في حقيقة الامر نحن لدينا منتخب متكامل لا حاجة لفلان وفلان وان اللاعب العراقي امين الدخيل في بداية الامر كان يشترط على الاتحاد البلجيكي لكرة القدم من أجل اللاعب بجانب منتخب بلجيكا وهذا الأمر أزعجنا كثيرا لأنه من المستحيل لاعب عربي يشترط علينا في اختيار لاعبين وكان من ضمن شروطه هو اللاعب مع المنتخب البلجيكي بشكل أساسي وهذا الشرط لا يمكن تقبله إطلاقا وذلك لأن اللاعب يحمل الأصول العربية نحن في بداية الأمر وافقنا على شروط اللاعب لأننا كنا نتطلع إلها بأنه لاعب مميز لكنه أثبت أنه لا يستحق ارتداء القميص البلجيكي رسميا استبعاد أمين الدخيل من صفوف منتخب بلجيكا المشارك في أم أوروبا بشكل قطعي أن اللاعب لا يمكنه أن يلعب ولو مباراة واحدة بعدما تم استبعاده من قبل الكادر التدريبي بعدما وعده الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن يكون أساسيا في بطولة أم أوروبا ماذا تحب أن توجه رسالة إلى العراق الأصل أمين الدخيل كاساس ومساعديه يصلون بغداد لقيادة منتخبنا الوطني في مباراتي اندونيسيا وفتنام ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026 وكاس آسيا 2027 بالإجماع تمت الموافقة على إقامة دورة الألعاب الأولمبية لفئة الشباب لدول غرب آسيا في العراق عام 2025 وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة برعاية المجلس الأولمبي الأسيوي وبحضور رؤساء وأمناء سر 12 لجنة أولمبية تمثل منطقة غرب آسيا مثل العراق في الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية السيد خالد كبيان والأمين العام لللجنة الأولمبية السيد هيثم عبد الحميد راعي المجلس خالد جاسم في تصريح صحفي قائلا دور نجوم العراق سوف يكون المحطة الأولى في قرة آسيا وسوف يكون له شأن عالمي الدوري العراقي في أولى خطوة كانت من عدنان درجال أصبحت تردد على جميع السنة القرة الأسيوية الدوري العراقي من أولى خطوة استطاع أن يحط الأرقام القياسية للحضور الجماهيري بالإضافة إلى ذلك التنظيم وحضور شخصيات كبيرة في مجال كرة القدم إلى الملاعب العراقية بالإضافة إلى ذلك حضور رئيس الرابطة الإسبانية من أجل مشاهدة المباراة وهذا يدل على تطوير الدوري العراقي بشكل كبير خاص لموقع المستديرة الرياضية إدارة بايرن ميونيخ الألماني تقرر تجديد عقد لاعب فريقها لفئة تحت 19 عام يوسف نصراوي لموسمين إضافيين أخبار ممتازة وسعيدة للغاية قريبا تنتظر العراقيين حول مستقبل هذا الموهوب الكبير ماركو فرج في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا أرى أن أفضل لاعب عراقي حاليا من وجهة نظري هو زيدان إقدال كانت لدي تجربة رائعة مع المنتخب الأولمبي سابقا وأنا متشوق للعب مع المنتخب الوطني العراقي للمرة الأولى من ظن الأسباب التي جعلتني أرغب في تمثيل العراق هي الجماهير ومتابعتهم مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي لهم رسالة شكر وأن يواصلون دعمهم لللاعبين المغتربين حيث أنهم يتابعون ويراقبون ما تكتبون وهذا يؤثر عليهم ودعمكم لنا هو سبب من أسباب اختيارنا للعراق بلدنا العراق زيد الزيدي في حديث خاص لموقع المستديرة الرياضية لجنة المحترفين أنجزت الأوراق الرسمية لحارس المرمى محمد حسن المحترف في الدوري الدنماركي ليصبح صاحب 22 عاما جاهزا لتمثيل منتخباتنا الوطنية نتمنى لحارسنا الشب أن يشكل الإضافة المنتظرة لواحد من أهم المراكز في المنتخبات العراقية مهاجم القوة الجوية أيمن حسين في حديث خاص لموقع العراق قائلا اخترت القوة الجوية لأنني أشجعه وجميع زملائي في النفط والأنديات السابقة يعرفون هذا الأمر تلقيت عرضا عراقيا أكبر من القوة الجوية عندما عدت من المغرب لكنني فضلت الصقور لأنه اختيار القلب رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا الدوري العراقي للموسم المقبل سينطلق في عشرون أيلول وينتهي في بداية شهر حزيران نفكر بالتعاقد مع لاعب أو لاعبين سوبر في كل نادي أرضي ملعب المدينة كانت غير لائقة بالحدث والمستوى الفني للشوط الأول غير جيد الموسم المقبل سيشهد وضع أفضل بكثير من الحالي حذر الدولي العراقي سابق أركان نجيب مما وصفه بعناد الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي في مسألة استدعاء اللاعبين لصفوف المنتخب العراقي وأعلن كاساس القائمة الرسمية للمنتخب العراقي في مواجهتي اندونيسيا وفتناما في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وتتألف من 26 لاعبا بينهم عشر لاعبين محترفين وقال نجيب في تصريح صحفي لموقع العراق عدم استدعاء لاعب الزوراء لؤي العاني للمنتخب العراقي في آخر أربع سنوات رغم تألقه أمر مستغرب ومن الجيد تم إنصافه بالاستدعاء مؤخرا صراحة الأكثر غرابة في الوقت الحالي هو غياب زميله حسن عبد الكريم في المنتخب الأمر ذاته ينطبق على لاعب فريق النجفي محمد قاسم وكذلك لاعب فريق ساند فيورد النرويجي دانيل والسعد وأضاف تألق هؤلاء اللاعبين يأتي في وقت يسر فيه كاساس على لاعبين انتهت صلاحيتهم ونلوا الكثير من الفرص ولم يستغلوها ولم يقدموا شيئا يذكر للعراق أعتقد أن المدرب بحاجة إلى مراجعة اختياراته والنظر بعين واحدة إلى جميع اللاعبين دون تمييز وأوضح قائلا أود أن أوجه رسالة إلى إدارة المنتخب العراقي وإلى رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عبنان درجال المرحلة الثالثة من التصفيات الأسيوية هي مرحلة المنافسة الحقيقية مع كبار القرة الأسيوية على بطاقات التأهل لكأس العالم ولم يتبقى لها سوى ثلاثة أشهر إذ ليس من المعقول أن نستمر بدعوة لاعبين بناء على أسمائهم من دون النظر إلى مستواهم الفني والبدني واستمرارية مشاركاتهم مع عنديتهم وتابع أرجو من الكابتن عبنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد الكرة بأن يتدخلوا في أسرع وقت ممكن لحل الخلافات والعقوبات بين المدرب واللاعبين لمصلحة المنتخب العراقي لا نريد أن ننتظر أربع سنوات أخرى من أجل التأهل إلى كأس العالم بسبب مزاجيات أو عناد المدرب أو ربما عناد إداري أو عضو في اتحاد كرة القدم وتألفت قائمة كاساس من اللاعبين جلال حسن حسين حسن علي كاظم كاميل سعد ريبين سولاقة أكام هاشم فرانس بطرس زيد تحسين مناف يونس أحمد يحي أحمد نكزي حسين علي مصطفى سعدون أمير العماري أسامة رشيد صفاء هادي محمد الطائي علي جاسم ماركو فرج بشار رسم لؤي العاني زيدان إقبال إبراهيم بيش يوسف الأمين أيمن حسين مهند علي اشتركوا في القناة